اشتركوا في القناة وفي بداية اللقاء أكد معالي الشيخ حسام بن عيسى آل خليفة اهتمام البحرين بمد جسور التواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية في مختلف المجالات إمانا منها بأهمية العمل الدولي في تحقيق الغايات والأهداف المشتركة لخدمة الإنسانية وأشار معالي إلى الزيارة الناجحة التي قام بها وفد من رؤساء الدول الحائزين على جائزة نوبل للسلام إلى البحرين مؤخرا ولقاءاتهم المثمرة مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلبان الخليفة رئيس الوزراء المقرة وأكد أن الزيارة شكلت فرصة تاريخية لإطلاع هذه النخبة من القادة على ما حققته المملكة من إنجازات تنموية وحضارية وما تتمنتع به المملكة من أجواء التعايش والتنوع الثقافي والحضاري حيث كانت فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع أعضاء الوفد في ظل ما يملكونه من تجارب رائدة عقد اليوم في نيويورك اجتماع عمل حضره سعادة السيد محمد بن إبراهيم لمطوع وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي الشيخ حسام بن عيسى الخليفة مع أعضاء لجنة الحائزين على جائزة نوبل السلام والقادة من أجل الأطفال يتقدمهم السيد كيلاش ساتيارثي رئيس مؤسسة كيلاش ساتيارثي للأطفال والسيدة لورينا فاريلا السيدة الأولى قرينة رئيس جمهورية بانما والسيدة كاري كيندي وفي بداية اللقاء نقل معالي الشيخ حسام بن عيسى الخليفة تحيات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء إلى أعضاء اللجنة وتمنيات سموه لهم بالتوفيق والنجاح في مساعيهم الخيرة من أجل عالم يسوده المحبة والسلام وأكد اهتمام مملكة البحرين بمد جسور التواصل والتعاون مع الجهات والمؤسسات الدولية في مختلف المجالات إيمانا منها بأهمية العمل الدولي في تحقيق الغايات والأهداف المشتركة لخدمة الإنسانية وأشار الشيخ حسام بن عيسى إلى الزيارة الناجحة التي قام بها وفد من رؤساء الدول الحائزين على جائزة نوبيل السلام إلى مملكة البحرين مؤخرا ولقاءتهم المثمرة مع صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر وأكد أن الزيارة شكلت فرصة تاريخية لإطلاع هذه النخبة من القادة على ما حققته المملكة من إنجازات تنموية وحضارية وما تتمتع به المملكة من أجواء التعايش والتنوع الثقافي والحضاري حيث كانت فرصة لتبادل المعرفة والخبرات مع أعضاء الوفد في ظل ما يمتلكونه من تجارب رائدة من جانبه أعرب السيد كيلاش ساتيارثي رئيس مؤسسة كيلاش ساتيارثي للأطفال نيابة عن أعضاء لجنة الحائزين على جائزة نوبيل السلام والقادة من أجل الأطفال أعرب عن تطلعهم إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع حكومة مملكة البحرين في كل ما من شأنه إرساء السلام والاستقرار ودعم حقوق الأطفال في ربوع العالم وعبر عن شكره لحكومة البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر على ما تبديه من انفتاح وتعاون في مساندة كافة الجهود والمبادرات التي تدعم السلم العالمي والتنمية من أجل رفاهية الإنسان وأعرب عن إعجابه بما شاهده أثناء زيارته لمملكة البحرين من أجواء أمن وأمان وتعايش بين مختلف الفئات والأديان منويها بدعم حكومة البحرين ومختلف مؤسساتها لجهود التنمية المستدامة على المستوى العالمي وبما توليه البحرين من اهتمام بكل ما يسهم في ترسيخ السلام والتعايش والتقارب بين الدول والشعوب وقال كيلاش إن اجتماع اليوم كان فرصة لاستعراض الخطوط العريضة لاجتماعات لجنة الحائزين على جائزة نوبل السلام القادمة التي ستعقد اجتماعها القادم في أوروبا وذلك بعد أن يتدارس أعضاء اللجنة بشكل موسع محاور هذه القمة بعدها تم عرض فيلم عن زيارة الوفد إلى مملكة البحرين وما شهدته من لقاءات بين صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وأعضاء الوفد إضافة إلى جولات الوفد للإطلاع على المشروعات التنموية التي تنفذها الحكومة وزيارتهم لأبرز المعالم الثقافية والتراثية في المملكة شكرا لكم على المشروع والتراثية للتراثية 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 نحن ممتعا لكم هنا هذه المشروع التي ستذكرنا ستذكرنا مع شكرا و شكرا من جانبها أعربت السيدة الأولى في بانما لورينا فاريلا عن ساعدتها بالمشاركة في هذا الاجتماع الهام لتبادل الأراء ووجهات النظر كما أعربت عن آجابها بالزيارة الأخيرة لوفد جائزة نوبيل السلام للبحرين وما تم خلالها من تبادل للخبرات والاطلاع على ما تقدمه المملكة من إنجازات فيما يخص التنمية وحماية حقوق الأطفال وعبرت السيدة الأولى في بانما عن شكرها و تقديرها لجهود حكومة مملكة البحرين في الارتقاء بخدمات الرعاية الاجتماعية مشيدة بجهود الحكومة في إيصال رسالة إلى دول العالم لبذل المزيد من التعاون الدولي لحماية حقوق الأطفال داعية إلى الاستفادة من خبرات المملكة في التعامل مع هذه القضايا وعلى صعيد متصل قال رئيس مؤسسة السلام العالمي فوبال دكتور هونغ تاو إن البيئة الثقافية التي تكفلها مملكة البحرين من خلال تعليم الأطفال تبعث برسالة حب للسلام والتعايش مؤكدا أن جهود المملكة واضحة من خلال احترام الثقافات المتعددة وأنها نموذج يحتذى به لتعزيز نشر السلام من جانبه أشهد السيد جوناثان جرانوف رئيس المعهد الأمني العالمي بجهود صاحب السمو الملكي الأمير الخليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر في نشر ثقافة السلام والتعايش مشيرا إلى ترحيب سموه واستقباله لوفد الحائزين على جائزة نوبال للسلام كما أشهد جوناثان بالنموذج البحريني في التعايش بين جميع الأديان والطوائف في المملكة استضافة البحرين اجتماعا يعكس وحجم الإشادة الدولية بجهود البحرين الحثيثة لإرساء قيم الحب والتعايش وسط دعوات دولية للاقتداء بنموذج البحرين في التعاطي مع مثل هذه القضايا تلفزيون البحرين اسلام براجة نيويورك اشتركوا في القناة